السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أردت في هذا الفيديو أن أعرج على طريقة إدخال أكثر من المستخدم على البالتوك ذلك لدعم الغرف الإسلامية خاصة لذلك يرجى أن يحافظ على هذه الطريقة ولا تنشر كي لا يكثر الفساد باستعمالها أولى الأمر أردت أن تعرفوا أن المتصفحات مثل كروم وفيرفوكس وغيرها أصبحت الآن منصات تثبيت بمعنى أنه تثبت عليها برامج مختلفة سواء برامج تحرير النصوص، ألعاب، قواميس، أي أمر تتخيلونه أصبح يثبت على هذه المتصفحات بل هناك الآن أنظمة تشغيل مثل ويندوز تعتمد على متصفحات فالأمر الذي أردت أن أصل إليه أول الأمر أو الطريقة التي سنستعملها في الإدخال أن تدخلوا على وهذا هو الواب ستور أين تستطيعون تحميل هذه التطبيقات المخاصة بالمتصفح والتطبيق الذي نريده نحن هو .NET أو VPN.NET بمعنى لو كتبت VPN سأجد نتيجة من هذه الـ VPNات أو الـ Proxies فأذهب إلى Extensions مثلاً وأن هذا هو الذي أستعمله لكم أن تبحثوا عن غيره من البرامج إذا كانت مفيدة لكم فتضغطون على .NET ثم تضغطون هنا على Install أو تثبيت أو على حسب اللغة التي عندكم إذا تثبت عندكم البرنامج ستجدونه هنا ثم ينبغي لكم أن تدخلوا الإيميل كي يتم التسجيل إذا تم التسجيل ستدخلون على البرنامج وطبعاً لكم أن تغيروا الـ IP Address كما ترون هناك مجموعة من الشباكات هنا شباكة في السويسرا في فرنسا وغيرها من ذلك إذن الطريقة التي سنستعملها هي التالية إذن الأمر الأول الذي ينبغي أن نعلمه هو أن البالتوك يسمح بدخول ثلاث نكنيمات على البالتوك إكسبرس بمعنى أني لو أخذت هذا الرابط express.paltok.com slash paltox.swf والP هنا يكون capital ونسخته ثلاث مرات ودخلت بأدخل ثلاث مستعملين فإن هذا سيسمح لي بالدخول على نفس الغرفة لكن لو زدت فتحت هذه الصفحة مرة رابعة وحاولت أن أدخل فهذا لن يسمح لي إلا إذا غيرت البيئة بيئة المستعمل الذي أدخل منه أو البيئة المستخدم الذي أدخل منه تغيير البيئة يكون مثلا بتغيير المتصفح وتغيير بعض من المعرفات كمثلا عنوان الـ IP وما شابه ونحن طريقتنا هذه تعتمد على تغيير الـ IP الذي فعلته أنا أني أنشأت صفحة في dialogisbest.net multiple وسأضع هذه الروابط طبعا سأضعها في الوصف أسفل الفيديو ستجدون قائمة من الغرف التي يمكن دعمها كما تجدون نوروم بمعنى إن شئتم أن لا تدخلوا على أي من الغرفة أو أي من الغرف مباشرة فتتركونا في نوروم ثم تدخلون ولكم أنتم تختاروا الغرفة وتبحثوا عنها ولكم أن تفعلوا ما تريدون مثلا لو غلط ضغط على نوروم ستظهر هذه بمعنى أني جمعت الثلاث بالتوكات إكسبرس أو الثلاث إكسبرس بالتوك جمعتهم في صفحة واحدة ثم يكون علي فقط أن أدخل اسم المستخدم والباسورد وأن ألج فتكون عندي الصفحة ستطيع المراقبتها بكل سهولة إذا ما حدث انفصال مثلا أو فقط الاتصال في أحدها أو حدث تغيير مثلا مكان للسرفر أو أي مشكلة وخاصة بالتوك إكسبرس معروف بالمشاكل فهذا سيسمح لي بمتابعة تغيرات النكنيمات والمستخدمين الذين استعملهم بكل سهولة إذن الذي أفعله أني أنشئ ثلاثيات بمعنى نكنيمات ثلاث نكنيمات وأضع الباسورد وأضع الشبكة التي أريد أن يلي جميلة أو الدولة أو الأدرس IP الذي أريد أن أدخلها منه إذا كنت أستعمل بروكسيز مثلا لماذا؟ كي لا يختلط علي الأمر لاحقا لأن لو أدخلت مثلا خمسين نكنيمات بمعنى ربما لا أدري كم من ثلاثية لكن ستكون ربما أكثر من خمسة عشر ثلاثية أو شيء كهذا فسيسهل علي تتبع هذه الثلاثيات لو حدث انفصال في ثلاثية ما سأعلم أن هذه الثلاثية قد دخلت مثلا من ألمانيا فلن أعيد إنشاء ثلاثية أخرى داخل من ألمانيا إلى غير ذلك من الأمور ثم أقوم بنسخ مثلا هذا default تعني من غير تغيير الـ IP أنسخها هنا ثم أقوم بنسخ password مثلا وأيضا نسخ الأسماء بكل بساطة ثم أقوم باتصال مثلا لو أردنا أن نرى تجربة لذلك فلانا مثلا أن نرى هذه أسماء كنت قد جهزتها مثلا نشئنا ندخل ونرى إذن أبود جانا يدخل ترون أنه دخل لكن لم يدخل إلي غرفة بمعنى أنه سيكون علي أن أبحث وهنا أختار ثم أبحث أجد الغرفة التي أريدها أدخل أيضا بابنتاشفين وأدخل أيضا ببكري عملي وطبعا إذا أردت أن أدعم غرفة أخرى أقوم بالدخول على غرفة أخرى مثلا أو أدخل على غرفة السبتة أدعمها مثلا أيضا أبوما نسيت اسم الغرفة هنا لكن ما من مشكلة يمكن أن تدعمها أي غرفة تريدون طبعا نستطيع أن أدعم أكثر من غرفة ندعم غرفة قرآنية فكل بالتوك إكسبرس يسمح لكم بالدخول على ثلاث غرف هذا إذن الأمر الأول إذا كنت أتممت الدخول الآن لو قمت بمحاولة الدخول عن طريق بالتوك إكسبرس ثاني فهو لن يسمح لي أن أدخل على نفس الغرفة من البالتوك إكسبرس إلا إذا غيرت أحد المعرفات أو أحد المعرفات التي أستعملها وهذا الذي سأفعله عن طريق هذا البرنامج الذي كنا ثبتناه سأختار مثلا سويسرا فقط كي أختبر الشبكة أحيانا أدخل مثلا على جوجل هنا نضغط IP مثلا ترون أن هذه الـ IP أخرى هي IP من سويسرا فأدخل مثلا الآن وسترون أنه يدخل مباشرة للغرفة بمعنى لا حاجة للبحث لأنني كنت اخترت بادئ الأمر في صفحتي اخترت أني أريد أن أدخل على غرفة الحوارة ثم أستطيع طبعا أن أبحث إذا أردت أن أزيد دعم غرف مهتدة جيد نفس الشيء أدخل مثلا وأختار سبعين مثلا وأجرب هذا فقط الحقيقة تجربتي للصفحة هو من قبيل فقط ترون أن الـ IP تغير من قبيل تأكد من سرعة الشبكة التي أدخل عليك لا أفقد الاتصال جيد الآن دخلنا بتسعة أسماء الآن الصفحة الجديدة نختار أي شبكات سنختار مثلا شبكة فرنسا أتأكد فقط من شبكة فرنسا تبدو ثقيلة ربما جارماني إذا كانت الشبكة ثقيلة فهذا سيسبب فقد اتصال المستخدمين الذين كنتم الذي كنت قد فتحتها من قبل لكن هذا ليس الإشكالا بمعنى حتى لو فقد فقط الاتصال في المستخدمين الذين كنت قد فتحتهم فإعادة فتحهم المرة المقبلة لن أحتاج فيها إلى هذا التغيير الذي أفعله الآن لن نجرب مثلا هذا UK جيد UK جيد فسأدخل على UK جيد ترون أنه سيدخل الغرف مباشرة هذا طبعا فقط فيه الاتصال لكن سأعيد يصاله ثم الآن أقوم بإذا أتممت الدخول أقوم بـ Disconnect أقوم بفصل ال VPN وأتركه يعمل ترون الآن عندي هنا لم ندخل على غرفة الحوار ثم هنا مثلا فقط الاتصال أي نعم هنا يبدو أني أدخلت هذا الاسم في مكان آخر بمعنى دخلت به هنا أظن فلذلك هنا عاليا نختار اسما آخر اسم آخر مثلا كدقيقة نرى مسدب ياكوف أبو إنجليش وهذا طبعا ترون أنه فقد الاتصال لكن في إعادة وصلي له لن أحتاج إلى استعمال هذا ال VPN انتهى الأمر بمعنى الآن ترون عندي 12 اسم أدخلتهم لدعم غرفة الحوار أستطيع طبعا أن أدعم ثلاث غرف بمعنى أن أدعم ثلاث غرف بـ 12 اسم أو لكم أن توزعوا الأسماء كما تشاءون فلو نظرتم مثلا هنا طبعا هنا ندخل أيضا على حوار بعد جيد 20 فلكم أن ترون هذه الأسماء التي قمنا بالدخول بها أناس الزبريقان بكري عمري بن ياكوف ابن تاشافين محب العلماء المسردب إلى غير ذلك من الأسماء إذن هذه باختصار هي الطريقة التي تمكنكم من دعم الغرف الحقيقة أنه يمكن جعل هذه الطريقة التي مارسناها الآن يدويا يمكن جعلها آلية لكن لا أريد أن أخوض بعد في ذلك لأنني لم أطبقها آليا لكنه أمر ممكن وبسيط يبقى أن أريكم لاحقا الدخول على البالتوك ميسنجر بأكثر من اسم إن شاء الله وعلى هذا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر